دكتورة إناس محمد الكريوي طبيبة شرعية في إدارة طب شرعية رابلس تمت الاستعانة به من قبل رئيس لجنة المقابر دكتور إلياس الحمروني حالياً هذا اليوم الرابع على التوالي في عرض المقتنيات الشخصية والمتعلقات لضحايا المقابر الجماعية المرحلة الأولى من هذا العرض عرض 27 حالة لمقتنياتهم لما نبسهم الشخصية تم التعرف على ثمانية من هذه الحالات من قبل دويهم بمتعلقاتهم الشخصية من ملابس بوجود من عمليات جراحية تتبيتات كذلك تتبيتات الأسنان أو الجسور في الأسنان كذلك تم التعرف على ما يحمله الضحية أو الحالة من ساعات أو خواتم أو سلاسل أو أقراط الإجمالي الحالات زي ما بلغتكم أنه هما ثمانية اللي تم التعرف عليهم كذلك بالإضافة إلى علامات التنوية في بعض الحالات كانت فيها أو شام أو علامات مميزة هذه الحالات تم التعرف عليهم تم التأكيد عليهم من قبل دويهم بمتابقتهم لمواصفاتهم ومساواتهم وعند فقدهم ترجمة نانسي قنقر